في عملية نفذتها وحدات من اللواء 26 مسنودة بالمقاومة الشعبية تم تحرير إدارة أمن حريب ومنطقة القلعة وجبل الحشفاء الاستراتيجي ومعسكر الوسيعة لتتجه قوات الجيش الوطني والمقاومة بعد ذلك لتحرير المديرية بالكامل امتدت المعارك نحو مديرية عين في محافظة شبوة حريب تحررت وهذه المناطق تعتبر جزء من بيحان وإن شاء الله نواصل حتى نجتثه من اليمن كله كل شبر يهمنا مثل ما هو يهمنا حريب المواجهات أسفرت عن مقتل 13 من أفراد الميليشيا وأسر سبعة آخرين فيما جرح قرابة 30 من رجال الجيش والمقاومة إلى جانب القتلى والأسرة تكبدت الميليشيا خسائر كبيرة في العتاد العسكري أيضا واستولت المقاومة على أسلحة وداخائر ومعدات عسكرية بينها دوريات وسيارات إسعاف خلفتها الميليشيا بعد انسحابها باتجاه المناطق الحدودية مع محافظة شبوة معركة حريب هي البداية لمعارك أخرى هكذا يقول قائد المنطقة العسكرية الثالثة معركة حريب لم تنتهي ولن تنتهي أيضا بشبوة معركة حريب ستنتهي إلى شبوة إلى البيضة إلى ذمار إلى صنعة إلى إب إلى أي مكان يتواجد في الحذية وتكمن أهمية هذه المديرية كونها تقع غرب محافظة شبوة الجنوبية التي تسيطر الميليشيا على أجزاء من مديرية بيحان فيها اشتركوا في القناة